بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الزول في اليوم ميليسا كاهينا اليوم ان شاء الله وصفة حلوة لأولادنا بمناسبة يعني كان يكملوا لكمبوزيسون تحهم لانيز اكزامن وكاين اللي هداون حيبده وكاين نراهم يعني ام بلان اكزامن المهم احبينا نفرحوهم يعني في حاجة حلوة يحبوها احي نديرو مع بعض ان شاء الله بانكايك بانكايك اللي مكاش اللي محبوش وحاجة خفيفة وبنينا وحاجة يعني توالم مع الاسيزون هادي اللي فيها الانيبار كاين الفريز كاين البانان وكاين نزيدو معهم سلساتة شوكولة الوصفة ان شاء الله جبتالكم من عند يعني هي وصفة يابانية هاد الوصفة ستون رسات جابونيز لابات تحا ستون رسات جابونيز وشو مقول لكم البلات سعطيكم دي بانكايك خفاف 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 يعني فريمان متقدروش تيماجيني والخفة والبنة تحهم اسكي بيان فاد الارسات سكو حتا اذا كان قاعدو مدة طويلة يعني اذا بات وحتا للا كاملة يقعدو خفاف كأنهم طابوا هادا كل نهار يجوا فريمان سبنتيو يجوا خفاف يجوا كل اسفنج انتووش عليكم على بالي شاكفة تقولوا يتهدري بساف احا نبدأو الوصفة كما شفتو هنا عنا 4 زو انتي ربا حبات بيت كاملين وعندي نصف كاس تا زبدة مدوبة عندي دانك ان دمي بار دو برخ فندو عندي ان دمي بار دو سكر سمول نسكا سكر عادي بهادك الكاس كيل تربعة كيسان تالفارينا كاتر بار دو فارين عندي دو بانساشي دو لفير شيميك ولا 20 غم خميرت الحالويات عندي شوالا فاني وداي من نفس الكاس ان كيلو ربعة كيسان تالحليب يعني كاتر بار دو ليل الحليب مدى بكم يكون شوية دافي على غل الخطوة الاولى جوي كلاغي في ميزو كما شفتو فصلت السافر واحدو والباياد واحدو رح حنبدأ ديراك تومو بالصافر يعني حنبدأ بلي جون دوف هنيا درت لهم بانسو قرصة الملح ودرت لهم شوية تاع لافاني هاولك السافر تاع البيت مالا اربعة سافر بالكاتر جون دوف وهنا البيت عبيد هنا صارت غلطة صغيرة يعني عاودت المقطع مالا في المونتاج الغالب يعني دورو فلاني نصور فيها ربي العالم نتب سافو ديفا نصور في الليل ديفا عفوا ندير منتاج في الليل فساغي فون يكونو غلطات ماليش دوكا هاداك السافر نبدأ نحركو بالفوي مع هاداك لفاني مع هاداك لفاني وندير شوية فقط من السكر نخلي السكر لاحور باش نطلع بيهم بعدها باياد البيت نكمل هكدا دونك الليجان دوف مع امبانسة دوسيل ومع امباد السكر لفاني ودوركا نبدأ نزيد بشوية عليهم هاداك لباق فاندو او الزبدة المودابة نحرك جس هكا بالفوي مانويل حاجة يعني سهلة ودوركا كيما قلت لكم بهاداك الكاس اللي كي يلتباه يعني هو اني عطيتكم وصفة ما حبيش نطلعكم بالقرام حبيت يعني حاولت اني نجيبها لكم بالكاس رحن كي يل اربعة كيسان تعل الحليب يعني 4 فاغ دولي والحليب كيما قلت لكم دفوه شوية مشي بزاف اكملوا خلطوا هاداك الحليب ونحطوا هاداك الحليب ونحطوا هاداك الحليب ونحطوا هاداك الحليب نحن نجيب الاباقية الدوزيام اللي فيها اللي بلون دوف اللي باياد البيت مع قرصة تعل ملح ونبدأ ندرب في الاول دقيقة ندربها بالفوه بالباترغ يعني على درجة جمت وسطا بعد ما تفوت دقيقة نقوي الى فيتاس ونبدأ نطلحها حتى نحس يعني تحصلت على اون موس والاخليط غاوي تماما باش نبدأ نزيد له السكر هاداك اللي بقالي نطلح حتى نحصل على اون مورنغ هاي اللي باك دوازون معروف لازم يكون عنا هاداك نحصلوا على هاد الامورنغ لتكون بيان فاغم وشوفوها يعني رايتبان بيان فاغم ويعني اللي باك دوازون بيان سور تاميزة يعني دايما نوصيكم ونعاود حطوا عليهم لدو سرشيه على لوفير ولا لفين جرام دو لوفير شيميك ونغرب لهم لازم 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 نغرب لهم ودركها ندخل هاداك الفاغين والخميرة في الخليط الأول هكدا نبدأ نخلط حتى نتحصل على اون ملانش ملانش عمومجيك ونغرب لهم نحصل على الناس مجموعة لعناها نتحصل على المسانر نتحصل على دوازون نتحصل على اون ملانش نزيد جزء ثاني ثالث ثاني نحاول على الاقل ان تخوا فى هذا اللي ضمننا يعطينا دي بانكيك خفاف يعني الخفة تحهم نخليكم ان شاء الله تجربوا الوصفة احين تفهموا الخفة هذي نهدلكم عليها دي بانكيك تخيط عندهم دوق هاية لوجو اسفنجي وهنايا حطيت المقلة تسخن بانسور من ديرها حتى حاجة نخلوها تسخن ونفرق فيها ابا بخي دي بانكيك يعني يزوج غرفية كبار والاحتى نحسها يعني المقلات عمرت لي شوية حجم كل واحدة كيفاش تحب كين يتحب تدير دي بانكيك يكونوا فريمان صغر المهم النار لازم تكون قليلة بزاف ولازم نغطوهم نحي نغطوهم كالكو مينوت بعد حين نشوفوا ها التوقوب لي خرجوا لما يعني يبانونا ها التوقوب نحاول افاكي نسباتيول اني نحرك يعني اللي باقواتها باش نقدرو نقلبوها والنار كيما قلت لكم تكون قليلة باش يتابونا مناح ويتابونا يعني يجونا نشفين من الداخل ويجونا يعطونا امبال كولور كي نشوفهم يعني يتنحو فاسي المو من البوال والتما نقلبهم بالشكل اللي راكو تشوفو فيه في الصورة بالصورة على سبب خمضخ كالكو مينوت كي باع هاكا يعني الحاجة المليحة ما تتقلقوش عليها نرى اني قلبتهم كيما راكو تشوفو شوفو هدا كله اللي تحصلت عليه نزل نعاود نصور معاكم حبة واحدة اخرى كيما راكو تشوفو حطيتهم نغطي عليهم ونخليهم على النار قليلة من بعد ناحية الغطاء نلقى هادوك التوقوب اللي تخو هادوك ونبدأ كيما قلت لكم نتمولي اللي باقواتها ونقل بها مكدا حتى نتحصل على دي بانكيك شوفو اني الحجم التحم شوفو لا تكستور على بات تحم ولا تلحبات تحم شوفو صدقوني يجوكم كم لبانج يجو خفاف شوفو هادوك الشكل شوفو هادو اللون وشوفو هادوك القاوة صدقوني من اروع ما يكون كيما نقولكم حاجة خفيفة حاجة بنينة حاجة بريزنطابل تقعد قاضية ادوك هاي ليك الحبه كيفاش تجي بعد ما تقلبوها زادو تشوفوها من تحت غير تشوفوها بركاني حمارة من تحت تنحوها هاكا وتحطوها حبه فوق حبه لبانكيك تعنا هام ليك شوفو الخفة تحم شوفو اللون تحم جاوا ما شاء الله جاوا من اروع ما يكون تمنى ان شاء الله انكم جربو هاد الوصفة ليعني هي وصفتي المعتمدة في تحضير بالفكال البانكيك الوصفة اليابانية المشهوره نقلتها لكم اليوم ف هاد الفيديو فارسون الجارия كما نقولو و شوفوا البانكيك تعنا الله يبارك كيفاش جامنا يبقى لكم فقط التزيين ايضا يحبو دي سوس يعني يحبو دي سوس يعني بريباري كان يدولهم لميال عسل كان يدولهم سوس شوكولات كيما نايا كان يعني هنا الدكار كيما حبيتو احنا يعني رانا في وقت لا سيزون اللي برك فيها الفخيز فيها البانان متوفرين درت شوية شوكولات و بتافيح ممائي سو باماقي امبت شوكولات فانجو بان سواء تعرفوا الولاد ما يحبوش حاجة غريلا كانت فيها الشوكولات و زينتهم بهذا الطريقة يعني البسيطة اللي نتمنى نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم على بالي بالي يتبعوا كامل يتبعوا الوصفة هادي يعني ويفهموها و رحين يتبقوها على بالي احد يعني يتخدموا دي بانكيك هيلين من ارواع ما يكون شوفو كيتروحوا تشلوه المنبراج حال يسقاموا لكم وشوفو كيتخدموا حاجة في الدار ديكم بنينة و ديكم خفيفة و تفرحوا ولادكم و تربحوا مصرف جيبكم يعني لخشم بوشت عكم و هاي لك نقسم لكم شوية منهم نخليكم تشوفو كيفاش يجونا اكو تشوفو يعني نخفى تحهم و صدقوني مع سوس شوكولات و هلا ينبعدو فخوي حاجة روعة اتمنى ان شاء الله تعجبكم على فيديو تاليوم اتمنى ان شاء الله يا ربي نتلاقوا دايما في احسن احوال نسمعوا الخبار الخير علينا على بلادنا على بعضنا تعالوا في الوحديكم منيسات على بخوش ان شاء الله سلام سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة